قامت وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد بزيارة تفقدية إلى محافظة كفر الشيخ لافتتاح وتفقد عدد من برامج البنية التحتية المدعومة من البنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والتابع للوزارة لنهوض بمنظومة المخلفات في المحافظة وافتتحت الوزيرة ومحافظة كفر الشيخ مصنع سيدي سالم لمعالجة ورفع كفاءة 250 طن من المخلفات تمهيدا لطرحيه للقطع الخاص كما تفقد موقع مصنع مدينة كفر الشيخ والمزمع إنشاؤه لمعالجة وتدوير المخلفات وأوضحت الوزيرة أنه تم دعم المحافظة بـ 100 مليون جنيه متمثلة في الدعم بمعدات لتحسين ورفع كفاءة عملية الجامعة والنقل وإنشاء وتطوير البنية التحتية من مصانع معالجة